في الأسواق خلق وترقب من المصير الاقتصادي والمعيشي المجهول الذي يلاحق المواطنة والتاجر جراء ارتفاع أسعار الصرف وفي المواكب تجتمع كل شرائح المجتمع بفقرائهم وأغنيائهم يأكلون من قدر واحد المكان كربل والزمان محرام والنتيجة لا قلق ولا ترقب للهزات الاقتصادية التي يسمع دويها في الأسواق جراء انهيار الدينار من جديد فجميع هنا يأكلون مما تجود به مواكب الخدمة الحسينية غير أبهين بما تشهده الأسواق العراقية من ارتفاع مخيف بأسعار صرف الدولار مع الأسف مرة أخرى يعود مسلسل ارتفاع صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي والمتضرر الوحيد هو المواطن الفقير اليوم المواطن الكربلائي لا يحس بتدعيات موضوع ارتفاع سعر صرف الدولار بسبب انتشار المواكب والغني والفقير يأكل من هذه المواكب أصحاب المواكب يعدون يوميا طعاما تقدر قيمته بملايين الدنانير ليطعام آلاف الزائرين على مدار الساعة طعام ينفق المتبرعون والمحسنون من أموالهم الخاصة لطبخه وتوزيعه ثوابا في ذكر استشهاد الإمام الحسين وأصحابه وما أن تصل للأسواق فلن ترى إلا أماكن راكدة ووجوه مترقبة وكساد يعصف بالحركة الشرائية مع تخوف من تردد دينار واستمرار سعود الدولار الذي أودى بقوة المواطنين علي خالد واني نيوز كربلا